نتواصل معهم يعني وضعهم وضع مأساوي بكل معنى الكريمة يعني لدرجة إلا من كم يوم أولاد قريبتنا غادي يكلم فيها يقول لي يعني ما أمسة تبجيب الجرفة وطلعين بيها يعني شوف لما عايل صغير قفل يستنجد بيك وإنت ما فيش في يدك حل يعني تقدر تبير عليه يعني شوف لأي درجة يعني أطفال صغار يعني العمر ثلاثة سنين أربعة سنين ولي بيخش المدرسة هوا شين ذنبهم يعني يكونوا تحت القصص تحت الضيران هذا شين ذنبهم يعيشوا الأوضاع هذي نعم رسالتك أخت اسماء لكل من يسمعوا كلا والله رسالتي لأي شخص نزالت عند شوية حنية وشوية رحمة وشفقة يحاول إنه يقدر يطلع لعائلات المحاصرة هذي لأن عائلات مدنية منهج ذنب بأي حاجة ومنهج ذنب إنها تكون تحت القصص وتحت الضيران هذا ترجمة نانسي قنقر